كشف قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبدالغني الأسدي عن قيام داعش باحتجاز الأسر في المناطق التي تقاتل فيها قطعاته مضيفا أن العمليات استؤنفت منذ ليل أمس التوجس بالنسبة لقطعاتنا للمحافظة على العوائل بعد أن أقدم على جريمتها البشعة بجمع كل العوائل ومحاصرتها ومن ثم القتال من خلالها لحد اليوم الصباح تقريبا حررنا كثر من العوائل وبدت تنزح باتجاه المناطق الآمنة لا زال يحتفظ ببعض العوائل لدينا أساليبنا الخاصة التي لا يمكن الإفصاح بها في الوقت الحاضر لأن العملية مستمرة وإن شاء الله سنجبرى عن التخلي عن جميع أهلنا وأطفالنا ونسائنا وكبارنا والشيوخنا